ازاي نعمل باستخدام الجراس هوبر. الانترفيس بتاع الجراس هوبر عبارة عن برنامج الراينو اللي لازم يكون موجود عشان اقدر اشغل من خلاله الجراس هوبر. الراينو ده عبارة عن يعني هو المستضيف. اه الضيف بتاعه اللي هو الجراس هوبر. بابتدي انا امشي الخطوات بتاعتي على الجراس هوبر وبشتغل على الكانفاس بتاعته اللي هو المنطقة رقم سي. وكل حاجة برسمها على الجراس هوبر بتظهرلي على الكانفاس بتاع الراينو. وبالتالي انا کده مقدرش اشتغل على الجراس هوبر لوحده وماقدرش ان انا اشتغل على الجراس هوبر من غير وجود الراينو. لو جينا نشوف الانترفيس بتاع الجراس هوبر هنراقي ان هو متقسم لمجموعة من الاماكن. هنلاقي المكان رقم واحد او الزون رقم واحد اللي هو المانيو بار اللي هنلاقي فيه قائمة وادات وفيو Wo display زي باقية البرامج. هنلاقي المكان او الزون رقم اتنين ده 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 فيه كل اللي احنا هنحتاجها في العمليات الحسابية او الرسم اللي احنا هنحوز نعملها. رقم تلاتة ده اسمه بنعمل منه زوم هنعمل منه هنعمل منه حاجات كتير زي ما احنا هنشوف بعد كده. رقم اربعة ده اولي احنا بنسميه عشان اخد اي من عمله في بتاعتي. وعلشان برنامج ده قد ايه لزيز وقد ايه فيه مرونة جدا في التعامل معيه. ممكن لو انت مش عارف معينة اسمها او انت عارف بس هي بتعمل ايه. ممكن تكتب اسم المتوقع بالنسبة لك في على الكنفس وبالتالي بيزهر لك الكلمة اللي انت دورت عليها في كزا تقدر تختار منه الحاجة اللي انت عايزة. زي مسلا انا عايزة ارسم لاين. اللاين ممكن نترسم بكزا طريقة. وانا مش عارفة اجيب منين اللي انا عايزة ارسم بيها اللاين. هعمل على الكنفس بتاع الجراس هوبر. وبعدين اكتب كلمة لاين. هيزهر لي كل الكلمات اللي فيها كلمة لاين. فبالتالي اقدر ان انا اختار ازا كنت هعمل بتاعة الاين. او ان انا هرسم لاين باي طريقة منه. عشان نشتغل على الجراس هوبر لازم نكون عارفين حاجة مهمة جدا. انواع الكمبوننت. الكمبوننت تلات انواع. اول حاجة في اسمها كونتينر كونبوننت. انا بحب اسميها المحفظة. المحفظة دي انا برسم اي حاجة على الراينو وبحطها جوة الكمبوننت دي عشان تحتفظ لي بالرسم اللي انا رسمته على الراينو. دي عبارة عن هتدخل مدخل معين. سواء كان رقم او اي تاني انا محتاج منه معلومة معينة. وهنشوف ده بالتفصيل لما نيجي نشتغل على البرنامج. وهنلاقي فيه والكمبوننت دي عبارة عن فيها معينة بتحصل في النص وفيه بتدخل من الاول وفيه بحصل عليها من دي. زي بتاع البوينت. البوينت عشان ارسمها ممكن ارسمها بمعلومية الـ يبقى بتاعت البوينت هنلاقي فيها المدخلات اللي بتعبرلي عن فين المكان البتاع الـ مكان الـ مكان البوينت ع الـ وي مكان البوينت عزد ودي الانبوتس بتاعتي. وبعدين في بروسس في النص هي دي الكود اللي هيرسمني اللقطة بمعلومة التلات محاور دول. وبالتالي في الاخر الاوتبوت بتاعي هيكون اهبارة عن البوينت اترسمت على الـ دلوقتي بقى نبتدي نشتغل على البرنامج ونشوف هنعمل ايه? ودلوقتي هنبتدي نتعرف على برنامج الراينو. الراينو هو برنامج زي بقية البرامج هو قريب شوية من وده الجميل فيه. ان انا لو انا مش بعرف اشتغل على الراينو ومش فيه ومش لازم اصلا تكون فيه. لكن احنا بكل سهولة نقدر ان احنا نكتب في اسم الحاجة اللي انا عايز ارسمها او اسم الامر اللي انا عايز اعمله وبالتالي هو هيزهر لي كل المتاحة اللي مكتوب فيها اسم الامر ده. مسلا انا عايز ارسم لاين. هقوم كتب كلمة لاين. واختار لاين. فيحدد لي اول نقطة. وبيحدد لي تاني نقطة. بقى انا كده رسمت اللي اللي انا عايز ارسمه. هل ممكن ارسم لاين بمقاس معين? هكتب هنا لاين. هيقول لي احدد اول نقطة. وبعدين اجي عشان احدد تاني نقطة. ابتدي دخله رقم مسلا تلاتة. وادوس انتر. بس لازم ادوس بالماوس. هي الاتجاه اللي انا عايز اعمل بيه تلاتة ايه بتاعتي. يعني عايزة اتجاه الاكس ولا في اتجاه الواي. وكده ابقى رسمت خط طوله تلاتة متر مسلا في الاتجاه اللي انا عايزيه. طيب ايه المربعات دي او ايه التقسيمات دي هي عبارة عن 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 عندي اقدر ان انا اغير دي على حسب يعني الحاجات اللي انا بارتح لها اكتر. اقف على السهم الصغير ده. واكتب واختار اللي انا بحتاجه. في معلومة كمان انا عندي دي. دي عبارة عن وحدة في وحدة. الوحدة دي قد تكون متر في متر قد تكون ملي في ملي على حسب ايه اللي انت حاطيتها في البرنامج بتاعك. الديفولت بتاع الرايلو ان هو شغال بالملي ميتر. انا عشان اغير هطلع فوق واكتب وبقوم اغيرها من ملي ميتر لميترز. ليه انا بقول النقطة دي في الاول? عشان النقطة دي مهمة جدا لبعد كده. هفكركم بها بعدين. في حاجة تانية مهمة لازم تكونوا اغدين بالكم بانها. تحت هنا في حاجة اسمعها الجريد سناب. الجريد سناب دي. دي هيشغال لي النقط بتاعة الجريد. لما اجي مسلا ارسم لاين هيقوم واخد لي في الاعتبار النقط دي ان انا ممكن ابتدي من عند نقطة فيهم لغاية نقطة تانية من غير ما اضطر ان انا ادخل ارقام معين. في حاجة كمان اسمها لازم اتأكد انها منورة معي واشوف ايه من اللي متعلم عليه علامة صح? علشان خاطر لو انا احتاجت ان انا اعلق بتاع معين او ابتدي من عند بتاع معين زي مسلا انا عايز ارسم عمودي على اللاين اللي انا رسمته ده. طيب لو كانت مش شغالة معي فهلاقي مع اللي قالي وبالتالي اقدر ان انا ارسم اللي انا عايزيه في الاتجاه العمودي على الخط اللي انا رسمته. الحاجة التالتة التول بار اللي في الجنب ده. التول بار ده فيه 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 بوكس فيه فيه كل الحاجات اللي انت الادوات اللي انت ممكن تستخدمها. عايز ترسم سيرفز. عايز ترسم بوكس. عايز ترسم سلندر. كل واحدة من دول فيه سهم صغير جنبها. فيه كل المتعلقة باللاين. فيه كل اللي تخليني قادر ان انا ارسم سيركل بكزا طريقة. البوكس اللي هنا هتلاقي في بوكس في سلندر في سفير في كون. فيه كل اللي انا ممكن ارسمها كمجسمات. وبالتالي هنا التول بار ده بيسهل عليا العملية الرسم. لو انا اطريت ان انا ارسم حاجة على الراين. طيب فين بقى? يعني انا لغاية دلوقتي ما شفتش اي خالص. هنخش نكتب في كلمة هيزهر لي الكانفاس بتاعته. زي ما اتكلمنا في اللي فاتت هنلاقي ان فوق هنا ده الكمبوننت بار اللي اتكلمنا عنه. ده اللي ممكن اعمل منه او افتح اي فايل جديد او هنستخدمه بعد كده وهنشوف ممكن ايه الادوات اللي نستخدمه منها تاني. وده بتاع الجراس هوبر. طيب. هنتعرف على التلات انواع بتاعت اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية. دلوقتي انا عندي اللي هو اسمه الكونتينر. اللي انا بحب اسميه المحفظة. دلوقتي مسلا انا عايز ارسم ناين. هعمل ايه? زي ما قلنا لو انا لسه جديد عن موضوع ومش عارف اماكن فما تضايقش خالص وناخد نفس انا بالروح. هدوس واكتب كلمة الكونتينر دايما هنلاقيه عليه عليه مسودة بالشكل ده. فهو ده اللي انا محتاجاه او الكونتينر. ولما يكون نونه اورنج بالشكل ده. ده معناه ان الكونت ده فوضي. لو دست هنا هنقوله ان هو هنلاقيه ان هم بيقول لنا علشان هو اصلا ما فيهوش اي معنومات. عشان املاب المعلومات بقى اعمل ايه? هدوس عن كليك يمين. هتظهر لي القايمة الجميلة دي. واختر منها سيت وان بوينت. هيطلب مني ان انا ارسم على بتاع الراينو. فهرسم له اللي انا محتاجاه. يبقى هو كده عرف لي في بعض الاحيان الممكن عندك يطلب منك ان انت تحدد له على بتاع الراينو في المكان يعني تكون انت رسمه مسبقا وتحدد له مكان اللي انت رسمه. لكن نادرا ما هيعمل زي ما عمل عندي كده وده بترجع لنسخة اللي موجود عندك. يبقى كده دي. خلاص لونها بقى جري فاتح كده. عارف ان هي جواها حاجة. او جواها بتاعي. ليه بيبقى لونها اغضر كده? ده معناها ان انا عملت على الكمبوننت دي. طيب. النوع التالي من الكمبوننت ده هنلاقيه الانبوت كومبوننت دي ممكن تبقى مسلا رقم. ممكن تبقى كلمة. ممكن تبقى معلومة. فدلوقتي انا عايز اتعرف على الانبوت كومبوننت دي. هناخد مثال وهنشرحه بعد كده بالتفصيل اكتر في خطوات جاي. انا هكتب رقم. خمسة مسلا. ده اسمه سلايدر وده اداة من الادوات اللي انا بدخل بيها الارقام. فهو ده عبارة عن انا عشان ادخل رقم خمسة ده بعد كده. هبتدي ادخله على اه اي او اي الجوريزم تاني انا هحتاج فيه الانبوت كومبوننت بتاع رقم خمسة. ايه التالت اللي احنا اخدناه? فاكرين? الستاندرد كومبوننت برافو عليكم. الستاندرد كومبوننت ده معبارة عن كومبوننت فيه انبوتز في بروسز وفي اوتبوت. عشان ناخده اكتر احنا اتكلمنا عن البوينت. هنكتب كونستراكت بوينت. اختار كونستراكت بوينت عشان هيبقى فيها الاكس والواي والزد كمدخلات. في بروسز بتحصل في النص والمخرج بتاعي هيبقى بوينت. لو حد فيكم اخد بينه مجرد ما انا عملت كونستراكت بوينت ايه اللي حصل? فيه نقطة رسمتلي في الزيرو زيرو زيرو. طيب. مجرد ما مدخل الاكس والواي والزد هتبتدي النقطة دي تتحرق. هندخلهم ازاي? بالنمبر سلايدر. هدخل الخامسة في الاكس. سي مسلا الستة في الواي. وفي الزد هكتب عشرة. يبقى كده الاحداثيات بتاعت النقطة دي خمسة وستة وعشرة. نيجي نشوف على الرأي وإن ما حصل. في نقطة اترسمت في الاكس والواي والزد الجودات. اتنقل اتمل الزيرو زيرو زيرو. وبقت بمعلومية اكس وواي والزد اللي قميته بخمسة وستة وعشرة. فدي البوينت الاوتبوت اللي انا اخدته. البوينت دي ممكن اكون انا محتاجة عشان ارسم مسلا تبقى هي جزء من بداية او نهاية فانا في الاخر هحتاجها كمخرج عشان ادخلها على اللي بعد كده. طيب. تعالوا نرسم بمعلومية نقطتين. انا عملت اول ممكن اخد الالجوريزم ده. انا كده عملت الالجوريزم على فكرة. بمعلومية محددة بتحصل في النص وي اوتبوت معينة هتطلع لي في الاخر. الالجوريزم ده انا ممكن اخده كنترول سي كنترول في وقوم واخداء ومغيرة الاحداثيات بتاعة النقطة الجديدة. اخليها مسلا تلاتة. في الاكس. والسبعة في الواي. ومسلا سي اتنين في الزت. النقطة الجديدة ترسمت لي اهي. طيب عشان نرسم هل هينفع اخد اللي اللي هو الكونتينر? لا طبعا. لان ده عبارة عن محفظة. انما انا عايزة بمعلومية نقطتين. فهي بدوس واكتب كلمة واشوف انه من دول بمعلومية نقطتين. اللي هو اسمه فبيطلب مني وبيطلب مني الاند بوينت. هدخله والاند بوينت. وبكده انا حصلت على بمعلومية نقطتين. دي برضو طلبت مني في حلقة معينة بتربط بينهم في جوة دي. عشان في الاخر يطلع لي اللي انا محتاجه. قد يكون ده هدخله في عملية تالتة علشان خاطر يرسمني حاجة معينة. للوقت في حاجة ممكن تكون مختلفة عني عن عندكم هنا فيها بتاعة الانبوتس والاوتبوت. طيب ليه عندكم مختلف عن عندي? عشان انا هنا جايب من قايمة علشان اوضح لكم الانبوتس دي عبارة عن ايه? بيبقى مهمة في بداية ما تتعلم ان انت تختار لك طريقة تتعلم بيها. انا في بداية ما تعلمت كنت بحب شوف الرسمة بتاعة البوينت مسلا او بنفس الرسومات اللي موجودة في القوايم اللي فوق. لكن انت ممكن تكون بتحب انك تظهر اه او تظهر ممكن تكون انت بتحب تظهر عشان الكلام يبقى مكتوب بالنسبانك ودي طريقة هتريحك في ان انت تتعلم اسرع. فانا هشتغل بالطريقة اللي انا بحبها وانت اشتغل بالطريقة اللي انت بتحبها. ودلوقتي ناخد مع بعض هو بسيط جدا لكن هنتعلم فيه اوامر جديدة. الابليكيشن الاشهر على الاطلاق. مفيش اي حد فيكو او اي حد هيحب ياخد اه اي بايزيكس للراينو جراس سوبر الا والاجزامبل ده لازم تاخدوه. لانه فعلا بسيط ومن قدر بسطته ممكن تتعامل بكزا طريقة وفي نفس الوقت هنتعلم منه حاجات كسيرة. طيب تعالوا نحلل الشكل ده عشان نرسمه. لازم الاول في ان انت تفكر الاول ايه الخطوات اللي انت هتعملها علشان توصل للنسيجة النهائية. ايه اللي انا محتاجها والبروزز اللي انا هشتغل بيها عشان اخد في النهائي. مش دي الراسبي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. طيب تعالوا نفكر بقى في الراسبي بتاعتنا. احنا عندنا في القفقي. في دي يعني. ومتوصل ما بينهم بكل مسافة معينة في طبعا انا هعمل كده ازاي تفتكرون? ممكن الطريقة اللي تيجي في دماغ كتير مننا ان احنا هنعمل دول ونبتدي نقسمهم لنقاط. والنقاط دي اعمل بينهم في الزد. طيب عشان هعمل الكيرف اللي في الزد ده لازم اعمل ايه? مش لازم الاول اجيب النقطة اللي هرفعها فوق علشان خاطر ارسم بي الكيرف آآ او بمعلومية تلات نقاط. نقطة البداية والنهية والارتفاع. طيب تعالوا نشوف البرنامج بالراينو جراس سوبر هنعمل ده ازاي? انا قريدي كنت رسمة اللي انا هبتدي اشتغل عليهم. وزي ما عارفنا قبل كده ان دول عندي في الراينو. انا عايز انقلهم للجراس سوبر. فهبتدي اعمل ايه? واكتب كلمة كيرف. وفيه هنا بقى معلومة لازم اقولها لكم. الراينو جراس سوبر بيعتبر اي هو عبارة عن كيرف. يعني مش كيرف ان هو يبقى كيرفه بس. لا. الارك كيرف. الان كيرف. الان كيرف. السيركل كيرف. الريكتانجل كيرف. هو معتبر كل حاجات اللي احنا بنرسمها عبارة عن كيرف. عشان بس ما حدش يستغرب موضوع الكيرف ده. بعد كده هنستخدمه كتير. ببتدي اخد اول كيرف في الكونتينر بتاعة الكيرف دي. واقول له. وقوم رأى كتبة كيرف تاني. عشان عرف الكيرف التاني. واقول له اختار بقى الكيرف التاني واقول له. يبقى انا كده عرفت الكيرف الاولاني والكيرف التاني. هنا عندي الكيرفز اللي انا رسمتهم الاساسيين في الراينو. ممكن عملهم اخفاق من علامة اللمبة دي. عشان ما يضايقونيش. طيب احنا اتفقنا ان احنا محتاجين نقسم الكيرفات دي بمقاسات معينة. او بعدد من الاقسام. هل ممكن اكتب كلمة هيزهر لي عندي هنا كل حاجة فيها وانا محتاجة منهم هنا بيطلب مني الكيرف او العدد اللي انا عايز اقسم بها. طيب. طيب شفتوا انا عملت ايه دلوقتي? دي خطوة من الخطوات اللي هتخليك تتعلم جدا. انا حد لسه جديد على البرنامج. هبتدي ادوس واكتب كلمة هيزهر لي وانا مش عارف دي ايه المدخلات وايه المخرجات وانا اقتايا في النص. لو قفت في النص هنا هجيب لي المعلومات عن دي بتعمل ايه بالزبط? هيقول لي في النص يعني دي هتعملك على تقسيم ده لمجموعة من المسافات المتساوية. تمام? طيب. لو قفنا عليها بالماوس هنلاقيها بتقولي انها عبارة عن يبقى ده الكيرف اللي انا عايز اقسمه. طيب الان دي عبارة عن ايه? عبارة عن عدد اللي انا عايز اقسم ليها الكيرف ده. طيب يبقى انا عندي معلومتين متوفرين بالنسبة لي. انا هاخد الكيرف في السي. طبعا هو عنده نمبر آآ ده بتاعه. ماشي? آآ هو هنا مقسمهوني عشر طيب انا عايزة اخليهم حداشر مسلا رخائمة بقى. فبقى قوم كاتبه حداشر ودخله في النمبر. طيب الكيرف التاني هدخله فيه السي. وهدخله برضو برقم. طب تفتكروا ايه الرقم اللي انا اقسم ليه الكيرف التاني. هيبقى الرقم ده بعشرة والرقم ده بحتوشر. الشكل اللي انا عايزة اوصله. مش باين ان واحدة فيه الكيرفين. عشان كده هيخد نفس الرقم ده هدخله فيه الان دي. طيب. دلوقتي انا عايزة اجيب النقطة اللي في النص اللي هتمثلي الارتفاع. او اللي انا هاخد منها الارتفاع بتاع الشكل بتاعي. اللي هو منتع البساطة. ده هنا ده عبارة عن قلب بقدر ان انا ارسم به الحاجات اللي انا عايزة ارسمها. انا رسمت هنا كيرف ورسمت هنا كيرف. بدأت اقسم الكيرف ده لمجموعة من النقاط المتسابة. طيب عشان اجيب الارتفاع بتاع ده. فلازم اجيب نقطة النص هنا. وبعدين اطلع منها بخط عمودي علشان اجيب الارتفاع بتاع الجديد ده. وبالتالي هبتدي اقسم. هجيب نقطة المنتصف عند كل نقطتين قصاد بعد. واطلع من هم بلاينز عشان ارسم كيرفيت. سوريا على الشغبطة. عشان اوصل لكده هعمل ايه? هجيب بمعلومية بدخل كل اللي هنا. وكل اللي هنا. انا عندي كده وصلتهم ببعض. الخطوة اللي بعد كده ان انا محتاج ان انا اقسم دي اجيب بتاعت كل علشان خاطر ارفع منه الارتفاع بتاع الكيرف بتاعي. في حاجة اسمها دي بتبقى عبارة عن تدريج. بقدر من خلالها ان انا احدد نقطة على الكيرف سواء كانت في المنتصف او على اي مساء. لو انا وصلت اللاينز دي كلها جوه هتبتدي تدي لي نقطة المنتصف على كل اللاين. طيب. الخطوة اللي بعد كده ايه? محتاج ان انا ارفع اللاين ده في الزد. اخليه في اه اعمله مثلا او اعمله بحيس ان انا ارفعه على مسافة معينة في الزد. هناخد دلوقتي ازاي اعمله موف. الراينو جراس هوبر او نفسه معاليهوش حاجة اسمها هو دايما بيحتفظ لك بالخطوة اللي فاتت. فلما يجي اعمل موف هيحتفظ لي بالبوينتس القديمة دي وهيعمل لي منها نسخة تانية كاني اخدت منها في الاتجاه اللي انا عايزين. ناخد البيينتس دي في الجيومتري. اللي هي الجي. ده الاتجاه الموشن. انا عايزة احرك ناحية فين? الديفولت بتاعه الزد. ماشي لكن انا هدخله المتجح عشان انا عايزة اغير الرقم اللي هو بتاعه. انا اكتب الاتجاه. انا عايزة اكتب اتجاه الزد فبدوس زد. فبيقول لي هنا ده اللي هو المتجح في اتجاه الزد. عايزة مسلا ارفعه لخمسة متر في اتجاه الزد. ما دوس خمسة وخمسة عشان يجيب لي النمبر بتاعنا اللي احنا تعرفنا عليه قبل كده. يبقى انا جبت اللي اسمها دخلت في النقاط اللي انا عايزة احركها. وفي دخلت المتجح اللي انا هحرك في اتجاهه والقيمة بتاعته. بقى عندي هنا النقط اللي هي الاولانية. النقط التانية. والاتجاه النقط اللي في اتجاه الزد اللي انا هوصل ما بينه. دلوقتي اقدر اعمل ارك بمعلومية تلات نقط. تعالوا نشوفها نعمله ازاي. ندوس ارك ونختار ارك تري بوينس. هيقول لي فين الايه? اللي هي النقط الاولانية. اللي هي آآ اللي ستورت. ساي ان انا هياخد دي. فين البي اللي هو اللي ارتفاع النقطة التانية. فين السي اللي هي النقطة الاخيرة. اهي. اتجارت بكده ان انا يبقى عندي معمول بينهم اركز. الشكل ده ممكن يفكرك بايه? هل ممكن يكون ده معين? هل ممكن يكون للمبنى ده? هل ممكن ان انا آآ اعمل زي حاجة كده او حاجة لها نفس ده? ممكن جدا. ممكن اعمل ايه تاني بقى بالشكل ده? لو انا عايز اعمل ان ده مبنى وان انا آآ اعمل بتاع المبنى ده? لو اي حد فيكو بيشتغل اي برنامج هتلاقي في حاجة اسمها ده ممكن يعمل لي يربط لي ما بين كل دي. احتاج بس ان انا ادخله كل اللي انا محتاجاها. ويبقى كده بقى عندي بتاع المبنى. يبقى انا الاول رسمت وبعد كده رسمت ممكن بقى ان شاء الله لما تاخده الكورس تعرفه ازاي اعمل على السكن ده واستخدمه بطرق مختلفة علشان خاطر افتح في فتحات اعمله سكن بباترن معين. آآ على حسب بقى انت عايز السكن دوت عشان تعمل بي ايه? طيب انا عندي دي عاملالي شوشارة كده. فهل ممكن دلوقتي ان انا عامل لهم اخفاء? حيس ان انا اشوف الاسكن بتاعي? وهو نضيف كده. طيب هل ممكن ان انا اعمل بيك? كليك يمين وقدوس بيك? قلو اوكي? واعمل اخفاء للشكل الاصلي ده. وبالتالي اشوفه في الراينو. طيب هو هنا ازا يرجو لي فممكن اجي هنا من آآ قايمة وقول له اعمل لي الشكل ده عشان اقدر اشوفه شكله عامل ازاي? تمام? ده كان اول محتاجين ان احنا نتعرف من خلاله على آآ مجموعة من الاوامر اللي ممكن نحتاجها بعد كده واحنا شغالين. تاني هنتكلم عنه ان انا ازاي ارسم طاور? ممكن بمنطقة البساطة في الراينو ايجي على البوكس واحدد القاعدة. وارفع في المسافة بتاعة الطاور بتاعي. وبقى انا كده عندي طاور. ممكن اعملو سلندر مسلا. طيب. في الحالة دي الطاور بتاعي او البلدنج بتاعي اللي انا رسمته ده. ده عبارة عن حاجة سبتة انا مش عارف اتحكم فيها. الا ازا رسمتها من اول وجديد لما يحصل عليها اي تغيير في المستقبل. طيب لو انا عايزة ارسم طاور. ارسمه ازاي? هنشيل ده. ونبتدي نشوف هنرسمه من جوة ازاي? ممكن ابتدي من جوة ان انا ابتدي اعمل اول واحدة تتعملي في الزيرو زيرو. ممكن اخدها اعمل واحدة تانية مسلا على بعد اتنين في ازاودها شوية. يبقى انا عندي كده. عايزة مسلا ارسم آآ بوينت تالتة. واغاير اتجاه الواي. وبكده انا بقى عندي تلات نقاط. ممكن اللي في النص دي اللي هي على مسافة خمسة اكس. ممكن اعمل لها في اتجاه الواي. مجدار خمسة. علشان اجيب النقطة الربعة. وبكده اكون ممكن اكون برسم القاعدة بتاعة المبنى بتاعي. وهكتب لاين. لاين تو بوينتز. لين تو بوينتز تانية. بس هاوصل ده. وده. نعم نزده. ده وده. لكده ايدي. اول لاين. تاني لاين. وي لاين. الان ده. وده. واحد. وده. نعم نعم لزي ده. ودي اللاين راجع. ده. وده. بعد ما عملت دي منتغل بسيطة ممكن اعمل بيهم كيرف. جيب بتاعت الكيرف. وبدخل اول واحد ومع شفت. بكشمال وبدخل كل دي. بحيس ان انا اعمل في الاخر كيرف بيمسلي القاعدة بتاعت المبنى بتاعي. هنترم اخفاء عشان ما شوف النتيجة انها ايه. طيب. الكيرف ده ما اقدرش ان انا اعمله في اتجاه الزت اقدر. ما دوس على الكنفس وبكتب كلمة وبيطلب مني حاجتين. اللي انا عايزة اعمل لها والديريكشن. باخد اللي هو بتاعي. والديريكشن بقول له وبكتب اتجاه الزت. وطبعا هتدي له قيمة. هو بتاعه. تقريبا بواحد متر او بواحدة. انا هقوله مسلا ان انا عايزة المبنى بتاعي عشرين متر. خليها تلاتين متر. يبقى انا كده عملت الطاور بتاعي. الفرق من الطاور ده والطاور اللي انا كنت عامله من شوية في الراينو. ان انا هنا لو في اي بوينت من دول ما كان هتغير. جات لي مسلا من المساحة لوحات في الاول كانت مغلوطة. ودلوقتي اللوحات اتزبطت وبعد ما رفعوا تاني الارض. لقوا ان الارض فيها شبورة مسلا. او فيها حتة مش مزبوطة. ومحتاجة ان انا اغير نقطة من النقاط. وبعد ما كون انا خلصت التصميم ورفعت المبنى بتاعي. وعملت له كل تصميمات وكل الرسمات اللازمة. وقد يكون ان يكون ان البلانز مختلفة في كل دور. يبقى انا كده واعتف مشكلة كبيرة جدا. لكن لو انا من الاول عامنا اللي المبنى بفكر يبقى انا مش هتعب كتير. انا مجرد ما غيرت بتاع مكان النقطة. كل حاجة في التصميم بتاع اسكان المبنى بكل التفاصيل اللي انا عملتها هتتغير لي بنفس النسب بالزبط. لان انا حركت بيها البوينت. وبالتالي مش هيكون فيه اي مشكلة خالص ان البوينت دي التغير في المستقبل. طبعا الخطوات بتاعتي هنا ممكن انتو توصلوا للخطوات دي بطريقة اقل من كده. بعدد خطوات اقل. في ناس ممكن توصل للنتيجة النهائية بعدد خطوات اطول. فما نقلقش من النقطة دي خالص. اهم حاجة بالطريقة اللي توصلك وتكون انت عارفها. هي دي الطريقة الصحية بالنسبالك. ومش لازم ان انت آآ تتعب كتير علشان توصل لنتيجة بطريقة حد تاني وصلها دي. المهم ان احنا في الاخر بنوصل لنتيجة نفسها. كانت الطريقة. طيب. سمعنا عن تعالوا نشوف ممكن نعمله ازاي. طبعا الهدف من دي مش ان انا بس اقول لك الحاجة دي بتتعامل ازاي. لكن في كل بتظهر لنا بعض الجديدة اللي بنتعرف عليها. واحنا شغالين برضو هتلاقينا بنتعرف على ممكن ما قلناهاش او على شوية حاجات بتظهر لنا. لازم نكون عارفنا واحنا شغالين. هنعوز ان احنا نرسم مبنى بس بطريقة مختلفة شوية. من قائمة في هنا حاجة اسمها وعايزة ارسم بوليجون. انا عايزة ارسم بوليجون بشكل خماسي او سداسي. آآ بحيس ان هو ده البلان بتاعي. او ممكن ارسم او اي حاجة تاني. وهنا بيقول لي اللي هو اكس واي ولا اكس زد ولا ايه البلان اللي انا برسم عليه. ان انا مسلا عايزة آآ بتاعه في اتجاه الاكس قد ايه? سيه مسلا عشر وحدات. الواي مسلا عايزة عشرة برده عشانا في الاخير عايزة مربع. تمام? الار دي لو انا عايزة اعمل ما بين الكورنرز مسلا بطريقة معينة او كده. ده بتاعي. وده او آآ اللنت بتاع الكيرف. انا ارسم الارتفاع بتاع المبنى بتاعي. اللي عايزة ارسم القاعدة والسطح. هقوم عم نموز. باخد الريكتانجل ده. في اتجاه الزد. وقل له ارسموني على ارتفاع مسلا سيه خمسين متر. طيب انا عندي القاعدة وعندي ايه? السطح. دلوقتي انا عايزة اعمل توست الطاور. اللي هو طاور بيلف حوالين مركزه. طيب هيلف حوالين مركزه ازاي? لازم اعمل قاعدة سبتة وقاعدة متحركة. او قاعدة بتلف. انا هختار مسلا ان انا اسبت القاعدة اللي في الارض. ولف القاعدة اللي بتمثلي السطح. انا هعمل روتيت. روتيت فيه ليها كزا طريقة. انا محتاجة اعمل روتيت حوالين الاكس اللي هو بيمثلي محمر المبنى بتاعي. يبقى روتيت اكسز. اخد الجيومتري اللي هو بيمثلي القاعدة اللي فوق. وهقول له الانجل بتاعتي. وهحدد له الاكسيز اللي انا بلف حواليه الجيومتري بتاعي. طيب الاكسيز ده انا محتاجة ان انا احدد نقطة السنتر بتاعة القاعدة اللي هرسم منها اللي هو بيمثلي محمر المبنى. طيب احدد نقطة السنتر بتاع القاعدة ازاي? تي حاجة اسمها اريا. انا لو جبت الاريا بتاع الريكتانجل ده هيكون النتيجة ان انا بحدد الاريا وبحدد السنتر بوينت بتاعة الريكتانجل اللي هو نقطة تقاطع القطرين. هل كفاية ان انا آآ السنتر بوينت ده? لأ انا عايزة كمان السنتر بوينت بتاعة القاعدة اللي فوق عشان ارسم ما بينهم لاين. فهياخد الاريا دي واخد برضو القاعدة اللي فوق علشان النقطتين السنتر بوينت دول ارسم ما بينهم لاين. اخد السنتر الاوليني مع السنتر التاني. وهو ده الاكسيز اللي انا هلف حواليه الريكتانجل. انا لسه محددتش الزاوية. من هنا زوم الزاوية خليها بتلاتين درجة مسلا. طيب. الانجل دي عندي مش بالدرجة. دوس عليها كليك يمين على حرف الاي. واقول له خليها لي بالدجريز. واقول له بقى تلاتين درجة. طيب. انا لو حركت بقى الدرجات دي هتتحرك لي زي ما انا عايزة. تمام? طيب هل انا كده بقى وصلت للنتيجة اللي انا عايزها وعملت التور بتاعي وكل حاجة? لا لسه. نعمل لفت عشان نشوف بتاع المبنى بتاعنا. هاخد في اللفت اللي انا عملت له روتاشن. وهاخد معيه بتاع القعدة. دي دي. مع شفت. وهدخله في السي. اعمل بقى اخباق للخطوات اللي فاتت دي. عشان خاضر ما ايه? ما هنا لو انا كل ما بغير الزاوية. كل ما بيزيد او بيقل. وبكده يبقى انا عندي التور اللي انا عايزيه. التور ده مفتوح من فوق ومن تحت. ممكن انا في الاخر اقوم اعمل حاجة اسمها كاب. عشان اقفل ايه? السقف والارضية. طبعا مع كل خطوة جديدة بتجيب لي التغيير اللي انا عملته وما بتحذف ليش الخطوة القديمة. فلالخطوة القديمة لازم اعمل لها عشان اخفيها.